طيب والله العظيم انا نفسه اصلي جدا بس في حاجتين وقفين في طريقي كل ما ايجا اصلي مقدرش انا عايش بعمل زنوب ومعاصي ومبطلش وحاجات مصايب لو حكتها لك هتضربني وتقومني من قدامك والحاجة التانية انا ما صليتش بقالي سنين هعمل ايه في كل السنين اللي فاتت دي ويعني يا ربنا هيقبالني دلوقتي بكل اللي فاتني ده لو عايز تعرف الإجابة على السؤالين دول كامل معي لغاية الاخر والله العظيم والله العظيم هتصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي اهلا بكم وخلينا نخش في اول موضوع رطول ينفع واحد يصلي هو بيحمل زنوب ومعاصي كتير يمكن منها كبائر كمان مش انا لها جاوبك على الموضوع ده لاني لو الاجابة اجابتي عم تص فيها هو انا يعني خلاص انا بالعرف اللي فاهم كل حاجة لكن الاجابة هنا اجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلانا يصلي بالليل فاذا اصبح حصارك فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بكلمة واحدة بس قال سينهاه ما تقول لو بيصلي هيبطل الغلط اللي هو بيعمله دي سرقة والسرقة من الكبائر يعني من الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك مهما كان الذنب اللي انت بتعمله صلي بتسرق صلي بتزني صلي بتشرب خمر صلي صلي لو كنت قعب بتخترع كده وبتقلف زنوب جديدة صلي الصلاة هتخش جوه قلبك تزق منه اي ذنب ومعصية وتفضل مكانك وتلاقي نفسك بقالك سنين عايز تبطل الزنب عشان تصلي فتصلي وصلاتك تخليك تبطل الزنب طب والسؤال التاني العام المصيب غلينا كلنا بقالي عشر عشرين تلاتين مئة سنة ما صلتش يعني ازاي قضي كل اللي فاتني ده حبيبي الغالي الفقهاء في الامر ده على قولين القول الاولاني انك تقضي مع كل صلاة صلاة هتصلي الظهر صلي دهر معاه هتصلي العصر عصر معاه مغرب مغرب معاه وتفضل تصلي كده وتحسبها كويس لغاية ما تعرف وتتأكد انك ده انت قضيت كل الصلاوات اللي عليك استنى ما تحبطش وما تخافش سمعك وانت جواك صوت بيقولك هو في وقت الكل ده طب امتى وازاي ودي حاجة ايه لو انا ما اقدرش عليها القول التاني من اقوال العلماء وقول معتبر وانا باخد به وهو قول شيخ الاسلام ابن تايمية ان التوبة تجب ما قبلها توب دلوقتي وتقول يا ربي استغفرك واتوب اليك فربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويقبالك هو الله واقسم بالله وكل الايمانات اللي ترضيه سبحانه وتعالى والله يقبالك فاتوب وتستغفر وتبدأ تكثر من صلاة النافلة السنن الرواتب بتاعت الصلاة اتنين قبل الفجر اربعة قبل الظهر اتنين بعد الظهر اتنين بعد المغرب اتنين بعد العشة تصلي قيام ليه لعنقدم ربنا سبحانه وتعالى يقدرك وكل ما تكثر من النوافل كل ما النوافل دي بتسد فراغات الفرد بتاعك مش مصدقني يا عم ما تصدقنيش انا هقول لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم مركز فيه كويس اوي قال صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو اعلم انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها فان كانت تامة كتبت له تامة طب لو نأصى اصبر ما تخافش وان كان انتخص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع قال مين اللي قال الله عز وجل اتم لعبدي فريضته من تطوعك يعني صلوات السنن اللي انت صلتها تسد عجز الفريضة وربنا سبحانه وتعالى يقبلك وتسعد في جنات النعيم باذن الله الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك بها ذنوبك كلها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها كل ذنب مضيئك انت خايف منه خايف تشوفه عند ربنا سبحانه وتعالى لما تقابله ذنب بخليك مكسوف وبيبعدك عن ربنا تقف تصلي يجي الذنب ده ويوضع كما قال صلى الله عليه وسلم اتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقين كل ذنوبك تبقى على راسك وعلك تافت فكلما ركع او سجدت ساقطت عنه اتنفضت راحت ما بقاش ليك ذنب مستنى ايه عشان تصلي بالله عليك مستنى ايه يلا باسم الله توب حالا لربنا سبحانه وتعالى وقول يا ربي توبته اليه وابدأ صلاة من دلوقتي وما تبطلهاش تاني واستعن بالله وربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلك اللهم اجعلنا من اهل الصلاة بس تنساش اخوك بقى يوم الايامة تروح لربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا ربي في راجل اسمه امير منير شفت له فيديو كده من ساعته انا بصلي ربنا يتقبل مني ومنك تمام والا هنا ايها السيدات والسادة ينتهي الفيديو بتاعنا النهار قبل ما تمشي تنساش تعمل لايك للفيديو و لايك لصفحة الفيس بوك سبسكراب على اليوتيوب وفوله على الانستجرام شير في الخير بالله عليك شير الناس اللي انت بتحبهم ونفسك يصلي وقول لهم يلا نبدأ نصلي سوي ولا حابب يدعمني يا بيترين نحط لكم لينك الدعم او الكومنت على الفيس بوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكريبشن على اليوتيوب والله ثم والله انا بحبكم في الله اسوفكم بكرة بإذن الله تابعوا اشتاج الساعة الساعة اتلالي كل فيديوهات وكان معكم امير منير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته